ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الفخير واهلا بكم في فيديو جديد ولكن فيديو مختلف عن الفيديوهات اللي بنقدمها ولكن في نفس الاطار اطار التنظيف والتنظيم والبيتي يختلف ولكن الاسف النهاردة هنعرض لبيوت من اشد البيوت اتساخن ومليانة كزورات ومتسخة جدا 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 بشوفوا الشكل العام كده والزاي البيوت دي هتتحول لبيوت نظيفة جدا وشيك جدا ومنظمة من خلال طبعا شركات نظافة وناس مهتمين ومنظمات مهتمة بتنظيف البيوت دي يعني فيه ناس بيعملوا ده مجانا وفيه شركات طبعا بتعملها بأجر حطونا لايك للفيديو ان شاء الله يعجبكم واللي اول مرة يشوفنا في القناة يا ري تشترك معانا هتسفيدوا بقى من الافكار اللي القدمها والذكرات كل الفيديو هتاخدوا منه فكرة وشوفونا لاخر الفيديو وشوفوا النتيجة المزهولة اللي هتشوفوها يعني كمية الاتساق والكزورات والزبالة اللي في كل مكان انت مش هتتخيلوا الشكل النهائي لان الناس اللي بتنظف دي عاشقة لنظافة يعني هم عشاء لنظافة بيحبوا يرتبوا وعندهم المتعة ان يدخل البيت يحاولولك من مكان قذر لمكان نظيف جدا وشيك ومرتب بحيث انك تقدر تقولي مش هو ده المكان اللي هشوفته في الاول الجميل كمان ان هم مش بوء عرفانين من كمية الكزورات اللي بيشوفوها من كتر ما هم بيستمتعوا بنتيجة نهائية للشكل نظيف او الشكل المرتب او ان البيت يبقى نظيف يعني هتشوفوا البيوت دي مهملة لفترات طويلة او من الزمن يعني هي طبعا عندهم مواد تنظيفة عالية جدا ينظفوا بيها وشايفين كمية المهملات المرمية وعلى بالكنز وكل المعلبات دي البيت ده يعني سانع كده محدش نظف فيه حاجة ازاي بقى الناس عايشين في البيت بالطريقة دي ده السؤال صراحة لدائما بيشغلني ازاي اقدر استحمل ده حتى يعني ممكن حد يكون تعبان شوية عنده ظروف يهمل البيت فترة بس مش بالطريقة دي شايفين كمية اللي تحت السرير قد ايه؟ شايفين كمية اللي علب الكنز والمشروبات طبعا السرير هنا شكله اختلف تماما الجميل اللي هما بيهتموا بكل التفاصيل مش مجرد بلدت بجزء لأ هما بيهتموا بكل التفاصيل وبيعملوها كمان بحب بصوا هنا كمية الاطباق والاكل اللي فيه عفن والمطبخ عامل ازاي؟ شايفين كمية الاكياس طبعا الدنيا ضيدة خالص هنا هي بتصور ده الاول صورة وهي مع الدنيا عاملة ازاي؟ وبعدين تبدأ تدخل ترتب جزء جزء بيكابل طاقتها واجتمامها رائع جدا اللي هي بتعمله بصوا يا بنات هنا طبعا اهم الحاجة الاول بتلمي كل ده في كياس زبالة كل حاجة بتلميها الجميل بقى ان هما بيرجعوا يعني ممكن انت بقلقان على الحاجات لو فيه حاجات في البيت مهمة في وسط الكركاب ده تروح فيه هما بيهتموا بالتفاصيل جدا يعني لو فيه حاجات مهمة هما كمان بيرجعوا الحاجات المهمة بصوا شايفين شكل الحمام عامل ازاي؟ استحالة حدرت في الحمام بالطريقة دي الحمام الحاجات اللي في البيت والمطبخ لازم يكونوا دايما مضاف جدا جدا يعني اللي عايش في البيت عايش وسط مستوى القذرات دي ازاي مش عارفة؟ الناس طبعا بتشتغل فيه ناس بتشتغل تبع شركات النظافة بياخدوا اجر على ده شركات متخصصة بادوات معينة بمواد معينة للتنظيف طبعا متى الواد عالية جدا في التنظيف بياخدوا اجر على ده وفيه ناس تانية متبرعين زي اللي شايفينهم النهاردة هما بيتبرعوا ينظفوا البيوت القذرة الجميع مش ببقوا كمان مش مأزين هما بعملوا ده لا بالعكس مستمتعين لان نتيجة فعلا بتكون حلوة او شايفين الاكل فيه عفن شايفين الاكياس هما بقوا مستمتعين بدا لان دي شغلتهم اللي هما بيحبوها او بالمعنى الادقة شايفين هما هي بتعرض لشكل من اشكال المنتجات اهو بالجنب كده هما كمان بيستمتعوا في ده وبعدين بيقولوا ان ده حاجة ممتعة وحاجة شيقة اللي في الاخر اوصل للمكان دريب شايفين النطبخ بقى عامل ازاي؟ بقوا الصوقة هنا اهو البتوكاز كمان يعني مش بينظف من هوش لأ حاشرة المفاتيح بتاعته نضفت تحتها وحطاته تاني كل شغل بيعملوه على نظافه مش مجرد ادي شكل عام حلو فيه تفاصيل تانية ما تنظفتش لأ كل حاجة بتشال من مكانها بتتنظف تحتها بصوا تمسح وبتنظف كل التفاصيل بيعملوها باهتمام حلو جدا اه كل حاجة تشالت مسح تحتها طبعا انا بقيت لكم النهاردة بفيديوها اهون شوية لكن فيه شوء طبعا اه اكتر اهمال واكتر قذارة زي بيقولو وعاوز حضراتكم تكتبولو في الكومنتات هل رأيكم في النوعية دي من الفيديوهات تحبوا تتفرجوا عليها لما بتتفرج عليها هل بتستفيد فعلا من الفيديو هل بيحصل لك شمئزاز من نوع البيوت دي او هل بقى عندك فضول توصلي لنهاية الفيديو نقدر نوصل لفين او هل البيوت دي بغسط كل كمية القذورات دي هل في الاخر هيبقى شكلها كويس يعني انا اعتقد ان فيه حد يدخل بيه بالطريقة دي استحالة يبدأ ينظف فيه دي ادوات التنظيف اللي هيستخدموها في التنظيف بصوا الاول بغطوا السرير كله بمفرش اذا المفارش دي البلاستيك اللي كنا بنعرضها في فيديوهات الحيل اها وكل حاجة بيحطوها في اكياس تمام ويبدأوا بقى يشوفوا هيعملوا ايه اذا بيهتموا بكل الحاجات اللي يعني لو عندك حاجة بقى خائفة ضيع حاجات المهمة بيعنوها بصوا هنا كمان الاتربة اللي في الالاموتال حتى المشترك بتاع الكهرباء مليان زيوت كل تفصيلة هم بيهتموا بيها وبيطبقوا كمان الملايات والسرير والدلاب كل حاجة بيعملوها اعتقد فيه ناس محتاجة للشركات دي قبل العيد تنظف لها البيت طبعا بس استحالة يكون في بيت حد عندنا بيوصل للمستوى ده من قذر حتى الزرع نفسه مهتم بيه وبيلمعوا لتحت السرير والشوزات يعني هم بدخلوا كمان بيوت مستواها المادي قليل وده اللي انا بقول عليه ان هم فيه شركات بتتبرع او فيه ناس بيبقوا عشقين للنظافة بيتبرعوا بوقتهم ومجهودهم حتى بالمواد اللي هينضافوا بيها من البيوت دي او البيوت الاكثر احتياجا وفيه ناس بتبقى تعبانة صحيا او سنها كبير ما تقدرش تنظف فبتراقم عندها بقى الدهون والاتربة والقذرات او المهملات فتبقى الشكل النهائي سيء جدا زي ما حضراتكم شايفين بصوا هو بديني قابل وبعد شايفين حتى البلات نفسه بيلمع بيلمع بالتفاصيل اللي هم عم ننقها ده الشكل النهائي خالص ورانا قابل ورانا بعد ده الشكل النهائي خالص بصوا هنا ده برضو الصالون والمطبخ قاضر جدا والحمام اهو شايفين شكل الحمام نفسه ده المنتجات اللي هيبدأوا يستعملوها بيلوموا كل الحاجات اهو وهيبدأوا يمسحها التربيزة شوفوا شكل التربيزة اصلا عامل ازاي دي البنوتين اللي شوفناهم في الاول بنضافوا جزء تاني من اول وجديد اهو احنا دايما بنسمع عن الشركات اللي بتموكم ترش للمجدات او ترش للحشرات او كده لكن عندنا هنا في المجتمع المصري او في العربي سعب عرفان من شكل الحوض ببنلاقي الشركات التنظيف اللي بالطريقة دي لكن هو هناك الفكرة عندهم معروفة وموجودة مش جديدة عليهم شايفين الحب بقى بين معه بصوا هنا حتى الغسالة الاضاء الحاجات محطوطة فيها نفسها معفنة يعني الاضاء والحلل وطاست كلها معفنة كمية اكياس وعلب وحاجات بتاع اكل شايفين يعرفانة جدا من الوضع مستقل جدا وصراحة الوضع مقرف لكن الحلو في الوضع ان الوضع بتغير 360 درجة من ايه ل ايه بصوا اكيد التربيزة بتلمع حرفيا بتلمع ده صاجة فرن بتجاز اهو بصوا بتتحاوليه ده اللي انا بقول عليه بقى هي بتشوفه بتحط المادة وتسيبها بيبقى تنظيفها سهلي بقى ده اللي انا بقول عليه المنتجات بتاعتهم اللي بتاعت تنظيف فعلا جولتها عالية جدا وطبعا اكيد لو شركة نظافها بقى هي اللي بتعمل ده وبتعمل ده بقى ممكن ما تقولش لحد المنتجات بتاعتها ان طبعا ده هيبقى السر بتاع الشغل بتاعها ان هي بتحول المكان من مكان قادر جدا لمكان شيك مريح ونضيف وتقدر يتعضي فيه الميكرويف كمان بتنظفه من جوه يعني فيه ناس بقى تروح هتقولك هننظف المطبخ بس ورتبه انا بالتازمة انظف ميكرويف من جوه او بتجاز من جوه لأ هي كل التفاصيل بيسلمها لك حلوة جدا يعني مفيش فيها غلطة ده بقى تلم كل انا مش عارفة ازاي الكنب ده كان حد بيعود عليه الاكاسي 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 الكمامة الكبيرة دي تملأ كذرات كتيرة جدا بص ده كان الجزء فوق الغسالة نفسانية جدا اسمع رأي حضركوا في الفيديو وهل النوعية دي في الفيديوهات هل فعلا بنحب نتفرج عليها كمتعة ولا كمتعة فعلا مش من منظر قادر ان ازاي هوصل للنتيجة دي او ازاي فعلا هيحقولي المعادلة الصعبة او المكان قادر جدا النوع دي من الادوات كتبوني في الكومنتات هل تحب النوعية دي من الفيديوهات اكتر او نعمل ولا فيديوهات الادوات المنزلية اللي بنعرضها اللي موجودة على مواقع البيو اونلاين ولا نعمل فيديو كده واحد ادوات منزلية وفيديو تنظيف او فيديوهات لشركات النظافة كده هوا نظف المكان كله بلكونات كل التفاصيل بيهتموا بيها هما بيجي من الصبح عارفين هما بيعملوا طبعا فريق انا اعجب لكم فيديوهات لفريق عمل كامل بيبقى الشركة بعتها مثلا سبعة تمانية فريق كامل كل واحد يبسي الجزء في البيت عشان في الاخر يبقى كله يعني اشهد واحد بس والعمل يبقى صعب عليه او يبقى تلي عليه لا كل الفريق بيشتعل كل واحد في قوضة او كل واحد في جزء وفي الاخر دي نتجة نهائية اتمنى ان فيديو النهاردة يكون الاجاب خضراتكم استفدتم منه ولو بفكرة بستنية رأي حضراتكم وتعليقاتكم ما تنسوش دعمكم للفيديو بلايك وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدة ممتعة بإذن الله اشتركوا في القناة